اشتركوا في القناة اول درس في الاحتمال والاحصاء اللي هو الدراسات التجريبية والمسحية والقائمة على الملاحظة الهدف من الدرس ده تمييز بين الدراسات المسحية والدراسات القائمة على الملاحظة والدراسات التجريبية ومعرفة العينات المتحيزة والغير متحيزة وكان درس سهل وبسيط حددت كده كم سؤال مراجعة للطلاق زي ما هو ملخص كده في الاوراق حدد اذا كانت كل دراسة المسحية مما يأتي تتبنى هل هي عينا متحيزة ام غير متحيزة مع تفسير الاجابة سؤال واحد سؤال كل لاعب في فريق كرة السلة عن الرياضة التي يحب مشاهدتها على التلفاز هل السؤال ده يمثل عينا متحيزة او غير متحيزة الاجابة بكل وضوح عينا متحيزة لان اللاعب اصلا يمارس كرة السلة فالطبيعي لو سألته عن الرياضة التي يحبها ستكون الاجابة بكل تأكيد انه يحب كرة السلة فالاجابة هنا عينا متحيزة طيب سؤال ثاني استطلاع اراء افراد في سوق الماشية لمعرفة ما اذا كان سكان المدينة يحبون تربية الماشية او لا الاجابة هل هذه الدراسة المسحية عينا متحيزة او غير متحيزة الاجابة بكل وضوح متحيزة لان المجموعة التي قمت بتقديم السؤال اليها لا تمثل بالضرورة الاهل المدينة كلهم ولكنهم غالبا ممن يحبون تربية الماشية لانهم يذهبون الى سوق الماشية واضح الاجابة عينا متحيزة اخر سؤال درس بسيط واضح من التركيز في السؤال يوضح معك ان هي متحيزة وغير متحيزة يحتوي صندوق على اسماء طلاب جميعهم يعني الصندوق يحتوي على جميع طلاب الفصل وليكن سحب من الصندوق مئة او عفوا ان الصندوق يحتوي على اسماء مثلا طلاب المدرسة لان العدد مية سحب من الصندوق مئة عشوائية وسؤل اصحابها عن رأيهم في مقصف المدرسة ثاني صندوق فيه جميع طلاب المدرسة سحب من هذا الصندوق مئة طالب عشوائي سؤل اصحابها عن رأيهم في مقصف المدرسة هل هذه العينة متحيزة ام غير متحيزة الاجابة غير متحيزة لان لكل شخص في مجتمع الدراسة اقصد به المدرسة الفرصة نفسها لان يكون ضمن عينة الدراسة يعني كل طالب ممكن الورقة بتاعته تكون هي التي اخترت ليعبر عن رأيه في مقصف المدرسة وبالتالي فهي غير متحيزة اكتب عينة غير متحيزة هذه الصفحة الاولى كانت مراجعة العينة المتحيزة والغير متحيزة طيب كان في سؤال برضو في واقع الحياة عن الدراسات المسحية كده بكل سهولة يريد خالد ان يحدد افضل الاماكن للقيام برحلة دراسية ما الاسئلة التي يبحث عنها دون تحيز سؤال هل تحب الذهاب الى مركز الملك عبدالعزيز التاريخي هل السؤال ده متحيز ام غير متحيز الاجابة السؤال متحيز لصالح مكان محدد وهو مركز الملك عبدالعزيز التاريخ والاجابة واضحة سؤال الثاني هل تحب الذهاب الى حضيقة الحيوان ام منتزه السلام هل هذا سؤال متحيز ام غير متحيز الاجابة هذا سؤال متحيز لانه يحدد بديلين بالاسم يعني وضح انك انت تختار مكانين فهذا سؤال متميز متحيز دعم اين تفضل ان تذهب في الرحلة هذا سؤال غير متحيز لانه يعطي الاجابة التي يبحث عنها دون تحيز لمكان معين هذا هو كان تدريب عن الدراسة المسيحية في المدرسة لمراجعة سريعة يا شباب عن الدرس الاول في الباب الثالث طيب لوم كده معانا الكتاب وفيش حالي معانا في الكتاب التحليل الاحصاء التحليل الاحصاء ده الدرس الثاني طيب فيه في التحليل الاحصائي مفردات ومفهوم ها مش خطأ المعينة سؤال عند الثحب عينة حجمها ان من مجتمع كلي فانه يمكن تقريب ها مش خطأ المعينة بالقلون ده موجب او سالب واحد على جذر ان بب ما هي الان؟ الان يا جماعة حي العينة العينة من المجتمع يعني لو اخدنا مثال كده بسيط في دراسة مسيحية شملت الفين مية تمانية واربعين شخص افاد تمانية وخمسين فالمية منهم ان كرة القدم هي لعبتهم المفضلة سؤال كده واضح يطلب منك ما ها مش خطأ المعينة السؤال ما ها مش خطأ المعينة كيف اجاوب على السؤال ده؟ تجاوب على السؤال ده بانك تكون عارف قانون خطأ المعينة طيب من فين قانون خطأ المعينة؟ من التعريف ها مش خطأ المعينة موجب او سالب واحد على جذر ان يبقى نكتب كده؟ ها مش خطأ المعينة بيساوي تقريبا العلامة ده مش يساوي بالضبط دي معناها تقريبا موجب او سالب واحد على جذر ان ماذا نقصد بالان؟ نقصد بالان هي العينة حجم العينة اللي هي كان في الدراسة المسحية 2148 نشوف سؤال بسط جدا بالآلة الحاسبة يعني فيه آلة حاسبة هنا شباب تدريب عليها طبعا موجب او سالب دي ما نكتبهاش نعمل كسر وبكتب واحد على جذر الان كان 2148 هذا هي الاجابة طبعا ضربة في المية عشان تدك هامش المطار اتنين وخمسطاشر او مية سبعة وخمسين من الف تقريبا يعني اتنين وستاشر نكتب فى المية وتكون هذا هو هامش خطأ المعينة ده بالنسبة كده مراجعة سريعة لمفهوم في الدرس الثاني التحليل الاحصائي وهو هامش خطأ المعينة طيب في الدرس الثاني برضو في كيفية ايجاد الانحراف المعياري والانحراف المعيار هو احد مغاييس التشتت في سؤال يعطيك مجموع من الارقام الارقام دي مش محددة يعني ممكن يكون عشر ارقام ممكن يكونوا عشر الرقم ممكن يكونوا على حسب السؤال هنا معطيك سؤال قولك اوجد الانحراف المعياري لهذه المفردات علما بان المتوسط للمفردات هذه هو خمسة وسبعين طيب طب هنا سؤال سهل اعطانا المتوسط خمسة وسبعين لو ما اعطاناش خمسة وسبعين في السؤال كيف تجيب المتوسط للارقام اللي عندك بكل بساطة تجمع جميع الارقام دي في الاحل الحازمة ولكن هنا تجمعهم خمسة وثمانين ذاية تمانين ذاية خمسة وسبعين زاية فع travers على عددهم كم عددهم واحد اثنين تلعة ارتدة اربعة ارتاح 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 اتتأش ile ١٣ ن fusion إلا تتأشعر يعني لو في الاختبار front طلب من احراف المعياري ولم ولم يذكر المتوسط نجمحهم ونقسمهم على 23 لهم عدد الأرقام لكن في المسألة دي المتوسط واضح انه هو كام شباب علما بأن المتوسط هو 75 يعني نسميه ميو الميو هذا يعني المتوسط للمجتمع بيساوي 75 طيب كيف تخصل على الانحراف المعياري شوف بسيط جدا بعمل جزر تمام بداخل الجزر بفتح قوس أخط الرغم الأول هو كام 85 واطرح منه المتوسط 75 وسكر قوس وخط تربية قانون زائد الرغم الثاني 80 ماقص 75 سكر قوس الكل تربية يلا الثاني 75 ماقص يعني 75 متوسط دي ونطرحها من جميع المفردات الكل تربية وهكذا طبعا المسألة طويلة جدا يعني لحد ما نوصل كل رقم 70 ماقص 75 لكل تربية 75 ماقص 75 لكل تربية 65 ماقص 75 القوس تربية إلى 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 75 ماقص 75 لكل تربية زائد 75 ماقص 75 لكل تربية على 23 75 مين تذكر إيه 23 23 هذه هي أعداد المفردات يبقى السجمة بالساوي جزر 23 حزبة بتاعتها كده مبساطة يا شباب دي تقريبا تطلع معانا 3.9 3.9 تمثل الانحراف المعياري يبقى أخذنا قانونين في الدرس الثاني من الباب الثالث اللي هو التحليل الإحصائي القانون الأول ها مش خطأ المعينة وأخذنا مراجعة على قانون الانحراف المعياري تمام؟ ناخد كده بسرعة الاحتمال المشروط الدرس الثالث ناخد كده مسألة بسيطة جدا اسمه الاحتمال المشروط إيه الاحتمال المشروط؟ إذا كان A و B حادثتين غير مستقلتين فإن الاحتمال المشروط لوقوع الحادثة B إذا علم أن الحادثة A قد وقعت يعرف على النحو الآخر احتمال B بشرط علامتي معناها الشرط بتاعي اللي هي هنا معناها إذا علماء كلمة إذا علماء ده معناها مشروط بشرط وقوع الحادث A معناها احتمال A و B معناها التقاطع على احتمال A الاحتمال اللي هو الحادث A سؤال كده حيوضح الكلام ده قيت عبير مكعب مرقب مرة واحدة فما احتمال ظهور العدد B علما بأنه أهي علما ده الشرط بتاعي أن العدد الظاهر فردي لحل المسألة دي يا شباب أعتبر ده احتمال B وأن العدد الظاهر فردي هو ده الحدث A يلا كده نجيب احتمال الحدث A أحنا عشان نحل المسألة دي المكعب ما هو فضاء العينة ليه واحد واثنين وتلاتة وأربعة وخمسة وستة يبقى احتمال A الذي أقصد به أن العدد الظاهر فردي يعني العدد الفردية ما هي العدد الفردية؟ واحد وثلاثة وخمسة يعني ثلاثة على ستة ثلاثة على ستة نختصرها فأبس الصورة حتطينا واحدة لاتنين هذا هو احتمال A بناء القانون بطلب التقاطع بين A و B ما هو التقاطع بين A و B؟ هو الاحتمال B اللي هو رقم ثلاثة واحتمال الحدث A اللي هي الأرقام واحد وثلاثة وخمسة هل في تقاطع في اشتراك؟ نعم اللي هو رقم ثلاثة اللي هو احتمال ظهور عدد ثلاثة وهو جزء من الحدث A اللي هو واحد واثنين وثلاثة واربع وخمسة وستة اللي هو فضاء العينة A اكتب لكم ال A بس عشان توضح ال A واحد وثلاثة وخمسة وال B ثلاثة هل في تقاطع؟ في تقاطع الرقم واحد يبقى احتمال A تقاطع B تمثل رقم واحد من ستة أرقام تمام؟ كده اشوف الاجابة هنا في كتاب واضح احتمال A زي ما ذكرنا واحد على اتنين احتمال التقاطع زي ما وصلنا لها بالتفصيل هي واحد على ستة يلا القانون احتمال B بشرط وقوع الحدث A معناها التقاطع على احتمال A التقاطع كم؟ واحد على ستة تقسيم ما هو احتمال A اللي هو واحد على اتنين تصير الاجابة واحد على ثلاثة تكن تدريب سريع على الاحتمال المشروع اتمنى يكون المراجعة السريعة لأول ثلاث دروس من الباب الثالث تكون واضحة بإذن الله وبالتوفيق لجميع الطرق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر